ترجمة نانسي قنقر وتطوير مختلف المجالات بما يعود بالنفع على المواطنين كما نهلنا وتعلمنا من سيرة ومسيرة روادنا الأوائل يواصل ابن البحرين البار الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي عهدنا ورئيس مجلس الوزراء بذات الحرص والتزاما لخدمة وطنه وأهله وبمعية أنجالنا الكرام الذين يتولون مسؤولياتهم بروح وطنية عالية ضمن فريق البحرين الواحد منذ إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية في عام 2008 استمرت مملكة البحرين بالسير في طريق تصعدي في تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات التي جعلتها محط أنظار العالم في تجاوز العديد من التحديات فرؤية البحرين الاقتصادية 2030 جاءت لتواكب طموحات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وشعب مملكة البحرين لأنها رؤية وطنية في جوارها فقد تم عداد الرؤية الاقتصادية الوطنية التي تطمح بأن تكفل لكل بحريني بعد الاتكال على الله بعزيمة منه جل شأنه الأمن والاستقرار والعيش الكريم والإحساس الصادق بالعدالة وبتعميم النزاهة منهج تقوم عليه نهبتنا التي تكفل لنا كل مبررات المنعة والتغدن ومنعطفا تاريخيا في الاستمرار لمسيرة الخير والازدهار المباركة ومع اقتراب إنجاز الرؤية جاء اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية مؤخرا مؤكدا على ما تم إنجازه في مملكة البحرين منذ انطلاقة العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم وبعد ميثاق العمل الوطني حيث أشارت الإحصائيات بالأرقام والنتائج عن ما شهدته المملكة من تطور إيجابي منذ عام 2002 إلى عام 2023 وبما أن الإعداد المسبق للمرحلة المقبلة سمة على الطموح والاستمرارية وانطلاقا مما تم تحقيقه من المستهدفات وبتوجيه كريم من جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالبدء في إجراء مشاورات لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 هذه المشاورات وبتوجيه من سموه سوف تكون مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك في إطار الحرص بأن تعكس الرؤية طموحات وتطلعات المجتمع أي أن النهج الذي أرساه مشروع جلالة الملك المعظم الريادي لازال مستمرا ويؤكد أيضا فلسفة قيام كافة المكونات بدورها في نهضة الوطن وعلى أن يستكمل عمل المشاورات بإطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2050 قبل نهاية العام الجاري سوف يبقى طموح فريق البحرين بتحقيق الريادة للمملكة مستمرا لأن الفريق هو كل عنصر في كل موقع يرفض مسارات التنمية ويسهم في الارتقاء بالوطن ولأن عمل الجميع باقم بروح الفريق الواحد فريق البحرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة